اهلا بحضراتكم في هذه التغطية امرت نيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين تعرضوا لسيدة اجنبية بوسط الكاهرة حيث كانت وحدة الرصد بادارة البيان بمكتب الناب العام قد رصدت يوم الخامس والعشرين من شهر ابريل الجاري تداول مقطع مصور عبر مواقع تواصل الابتماعي يظهر به شاب يتتبع سيدة اجنبية اثناء سيرها بمنطقة وسط الكاهرة ويتعرض لها في طريق القول والفعل حتى اغضبها وحوالت ايقافه دون جدوى فبشرت نيابة العامة تحقيقاتها على الفور وقد استهلتها بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة لتحديد اشخاص مرتكبيها وقد توصلت تحريات مسائل اربعاء الى تحديد هوياتهم وهم ثلاثة متهمين ظهر احدهم بالمقطع المصور والثاني قام بتصوير وبعد ان حرده هو المتهم الثالث على ارتكاب الجريمة وعليه فقد امرت نيابة العامة بضبطهم واحتارهم وتمكنت الشرطة من ضبطهم يوم الخميس وباستجواب المتهمين الثلاثة فيما هو منسوب اليهم من ارتكاب جريمة التعرض لانثى بالطريق العام وانتهاك خصوصيتها دون رضاها بنشر المقطع المذكور وايضا ارتكاب فعل فاضح علانية فاقروا بارتكاب الجرائم المسندة اليهم بدافع اللهوة وقد ضبط بحوزة احد المتهمين هاتف محمول تم فحصه بمعرفة النيابة العامة فعثرت به على المقاطع المصورة للواقع محل التحقيق وبمواجهة المتهمين بتلك المقاطع اقروا بصحتها وعلى ذلك فقد امرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لاخذ عينات منهم وفحصها لبيان مدى تعطيهم لاي مواد مخدرة من عدمه وارسال الهاتف المضبوط للجهة الفنية المختصة لفحصه وجاري استكمال التحقيقات مرة ثانية امرت نيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين تعرضوا لسيدة اجنبية بوسط الكاهرة حيث كانت وحدة الرصد بادارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت يوم الخامس والعشرين من شهر ابريل الجاري تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر به شاب يتتبع سيدة اجنبية اثناء سيرها بمنطقة وسط الكاهرة ويتعرض لها في الطريق بالقول والفعل حتى اغضبها وحاولت ايقافه دون جدوى فبشرت نيابة العامة تحقيقاتها على الفول وقد استهلتها بطلب تحريات الشرطة حول الواقع لتحديد اشخاص مرتكبها وقد توصلت التحريات مساء الاربعاء الى تحديد هويتهم وهم ثلاثة متهمين ظهر احدهم بالمقطع المصور والثاني قام بتصويره بعد ان حرده هو والمتهم الثالث على ارتكاب الجريمة وعليه فقد امرت نيابة العامة بضبطهم واحضارهم وتمكنت الشرطة من ضبطهم يوم الخميس وباستجواب المتهمين الثلاثة فيما هو منسوب اليهم من ارتكاب جريمة التعرض لانثى بالطريق العام وانتهاك خصياتها دون رضاها نشر المقطع المذكور وارتكاب فعل فاضح علنية فاقروا بارتكاب الجرائم المسندة اليهم بدافع اللهو وقد ضبط بحوزة احد المتهمين هاتف محنول تم فحصه بمعرفة النيابة العامة فعثرت به على المقاطع المصورة للوقع محل التحقيق وبمواجهة المتهمين بتلك المقاطع اقروا بسحبتها وعلى ذلك فقد امرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي لاخذ عينات منهم وفحصها لبيان مدى تعطيهم لاي مواد مخدرة من عدمه وارسال الهاتف المضبوط للجهة الفنية المفتصة لفحصه وايضا جاري استكمال التحقيقات مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضركم